نحاول نهاردة ان شاء الله نتكلم على اللي ميكانيكس اللي ميكانيكس المقصود بيها ان انت عندك رقيقة مفرد رقائق اللي انت اشتغلته لغاية دلوقتي هو ان انت عندك كده وبناخد الاكسيز بتاعتنا ده اللي احنا اشتغلنا عليه لغاية دلوقتي السؤال بقى ماذا لو ان انت عندك اساسا كوردنت سيستم عبارة عن اكس وواي ترسمها ازاي دي اوكي في السترين ميكانيكس وكده وبعدين هنعمل ومنه نستنتج العلاقة بتاعت السترس والسترين في الجلوبال كوردنس خلاص؟ ادي الخطوات اللي هنشتغل بيها ان شاء الله واضح؟ طيب اول حاجة نفكر نفسنا بالعلاقات بتاعت السترين دي فليكشن ريليشن سترين عادة بتسمى سترين دي سبليسمنت ريشن وعلشان افكرك لان المعنى ده كتير بيلتبس لما اصد لما قول كلمة دي سبليسمنت في الميكانيكس وماتيريال اصد بيها حركة نقطة من مكانها اوكي؟ مش ان الستركتشر طول مثلا صمتي ولا متر ولا لا اصد ان فيه نقطة في الستركتشر تحركت من مكانها وانس فيه سترين نظريا كل النقطة بتتحرك من مكانها خلاص؟ فايه ده المقصود بكلمة سترين ديس بليسمنت ريليشن فيه العلاقات دي انا مش هستنتجها تاني بس لو تفتكروا كنا مقول ابسلون اكس اكس بيساوي بارشل يو باي بارشل اكس ابسلون واي واي بيساوي بارشل في باي بارشل اكس وابسلون زد زد بيساوي بارشل دابلو باي بارشل زد ده بافتراض ان انا عندي تلاتة كوردينتس تلاتة كوردينتس X Y Z واضح كلام او لا مش هاضح Partial U, Partial X, Partial V آه سوري, سوري Partial V, Partial Y شكرا اوكي والديفلكشن او الديس بليسمت في اتجاه X بنسميها U والديفلكشن او الديس بليسمت في اتجاه Y بنسميها V والديس بليسمت في اتجاه Z بنسميها W خلاص دول ايه اللي بنسميهم Axial Strain خلاص بعد كده الشير بقى وهنا النقطة اللي هنتخانئ فيها شوية خلاص بنقول ابسلون X Y بساو نص Partial U by Partial Y plus Partial V by Partial X أخيراً 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 بساو نص Partial U by Partial Z زي زي بارشل و بارشل وي ليه هنتخانئ علشان احنا كنا بنسمع ان الشير سترين اسمه جاما أخيراً أوكي الجاما ده اللي بنسميه الانجينيرينج شير سترين خلاص ايه انجينيرينج شير سترين دي وجات مرين دي اساساً اللي بنقسها في المعمل لما بنيجي نحط حتة كده ونحط عليها شير سترس بتقوم تميل بفترات طبعاً انا سبت الجامب ده هتديني زاوية هنا جام بنقيس جاما دي وهي دي اللي بتربط الشير سترس بالشير سترين آآ سوري هي دي اللي رابطط لنا الشير سترس بالشير سترين عن طريق المدرس لما قلنا انه تاو بتساوي جي في قام رأس لكن الابسلون اكس واي الابسلون اكز والابسلون واي زاد دول اللي بنسميهم الماثماتيكال شير سترين دول بنسميهم انجنييرين شير سترين الظريف الظريف بقى الايه اللي خلانا بنتمسك بال الماثماتيكال شير سترين ده بالرغم بان اللي بنقيسه في المعمل هو انجنييرين شير سترين ان الشكل بتاع الاكسيال والشير ممكن الاتنين يخلونا نكتبهم في صورة او ثلاثة دي الصورة الكمباكت للسترين ال 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 قدامك دي بتربط الدفلكشن في اتجاه الاي واتجاه ج بال استرين اي ج for example let's say هنا مثلا هناخد اي بتساوي ج بتساوي وان خلاص يبقى ابسلون وان وان بيساوي نص بارشل يو وان باي بارشل اكس وان زائد بارشل يو وان باي بارشل اكس وان صح اللي هي هتطلع بتساوي بارشل يو وان باي بارشل اكس وان اكس وان وان اكس تو اكس ثري اللي هما الاتجاهات الرئيسية بتاعتنا اكس واي وز او وان وتو وثري صح و يو وان ويو 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 ثري هما في نفس الاتجاهات دي فهنا بالنسبة لنا يو اللي هي اليو واليو تول هي الفي واليو ثري هي الو صح? مش كده? فانت كده ابسلون وان وان اللي هي ابسلون اكس اكس اللي حلسة كتبنا من شوية. طلعت لك. مش كده? ولو حبيت تقول طيب لو اي بتساوي تو وجي بتساوي وان. مسلا. هتقول ايه والله هي ابسلون تو وان مبدئيا بيساوي ابسلون وان تو. صح? ما اللي احنا ما اتكلماش عليها هنا. ساوي نص بارشل يو وان باي بارشل اكس تو زائد بارشل يو تو باي بارشل اكس وان. ما تقدرش ببساطها عن كده. اللي هي العلاقة دي. اللي هي علاقة الاكس واي. صح? ف villages واحدة اتكلمت علي كل البرشل السترين السترين بتعمل. في طاني لسترين وهو ما يسمى بالسترين تنسر. بنكتب فيه هنا السورة دي لها استخدامتها الرياضية لكن الصورة الأشهر وهي صورة اللي أنا بحبهاش بس يعني الواحد يعرفكم بالصورة اللي موجودة اللي ممكن تشوفوها بشكل عام في الكتب اللي هي صورة الفكتور اللي بيحط كده وبعدين يحط ويسميهم اسمه ثاني لو ابسلون 1 بس ويبسلون 2 بس ويبسلون 3 بس و4 و5 و6